اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بسير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولد لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فسيام شعورين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك خدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئكم بما عملوه أرصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعسية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيق به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسعونها فبنس المسير يا أيها الذين آبنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعسية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه ترشلون إن من نجوى من الشيطان ليعذل الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسخوا في المجالس فافسخوا ويفسخ الله لكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن توني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصلاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويغسبون أنهم لا شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحفد عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك خذب الشيطان ألا إن خذب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أُنَائِكَ فِي النَّذَنِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنْ أَنَا وَرُسْلِي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أُولَئِكَ خَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ دَغْتِهَا الْأَذْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْءُ عَنْهُ أُولَئِكَ خِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ خِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِخُونَ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من آل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم غسونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يختسبوا وقد ففي قلوبهم العب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كذب الله عليهم الجناء نعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من آد القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فغلا من الله ورغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأ الدار والإيمان من قبل والذين تبوأ الدار والإيمان من قبل إنهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما أوتوا ويأخذوا حاجة من ما أوتوا ويأخذوا والذين تبوأ الدار والإيمان من قبل إنهم يحبون من ناجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويأخذون على أنفسهم ونو كان بهم خصاصا ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفرهون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رءف وخيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آذ الكتاب لئن أخرجتم لنخرج النبعكم ولا نتيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم نكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجوا نبعهم ولإن قوتلونا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد ربنا في سدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تخسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب النليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفوا فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء ظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبال المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالع المصور له الأسماء الخسنا يسبك له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آبدون تتخذوا عدوكم وعدوكم أولياء درقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخيون الرسول وإياكم أن دملوا بالله ربكم إن قلتم اخرجتم جيادا في سبيل وبتغى أما الضوات تلسلون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوا السبيل إن يسخفواكم يكون لكم عداء ويرسلتوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وادونه تغفروا لن دفعكم ورحمكم بلا أولادكم يوم القيامة يبسل بينكم والله بما تعملون بسير وقد كانت ساكم أسواة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم لنا برؤاء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى كفرنا بكم وبدى كفرنا بكم وبدى إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسفة حسنة لمن كان يجي الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عاتيتم منهم ودة والله قدير والله وفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم من تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتخلوا الله أعلم بإيمادهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إن الكفار لا هن خلوا لهما لا هن يخلون نوان وآتوهما أنفقوا ولا جناخ عليكم أن تنجحوهن إذا آتيتمهن إذا آتيتمهن أدورهن ولا تمسكوا بإصم القافل وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم خكم الله يقوم بينكم والله عنيم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعنقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم من سباء فقواه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا ولن يسقن ونن يزين ونن يقتلن أونى دول ولن يأتين ببتال يفترينه بين أيديهن وأجلهن ولا يرسينك في معروف فبيعهن وسوف لهن الله إن الله غفور وحيب يا أيها النبي آمنوا لا تتولى قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبول بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الله من في الزباوات ومن في الناد وهو العزيز الحكيم يا أيها النبي آمنوا لما تقولون ماذا تفعلون قبر مقتل عند الله أن تقولوا ماذا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا كأنهم بنيان مرسوا وإذ قال موسى لقومي يا قوم لم تظنني وقد تعنبون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله نايد القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من الثوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه أحمدا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا صف مبيد ومن أظلم ممن افتروا على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله نايد القوم الظالمين يريدون ليتفئوا نور الله بأفائهم والله متم نوره ولنكره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوتره على الدين كله ولو كره المشقون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة دنجيكم من عذاب الننيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم من أفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم دعنوا يغفرنكم ذنوبكم ويدخنكم جنات تجري تجري من دغتي الأنهار مساكن طيبة في جدنات عدن ذلك الفوز العديم وأخرى تهبون هنس من الله وفزكم قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنصى عدي إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آبدوا على عدوهم فأصبحوا ضائرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبق لله ما في السبوات وما في الأدل ملك القدس العزيز الحقيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يسوا عليهم يسوا عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنجادوا من قبلنا في ظنانهم مبين وأخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العليم مسال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا أنك مسال الحمار يحمل أسفارا بس مسل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يأتي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هاتوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدم السيدين والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قل يدي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فرض الله وانكنوا الله كثيرا لعلكم دفن خوان وإذا نؤوا تجارة أو لهولين فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبان إدخلوا أيبادهم جنة فزدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آبنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يكونوا تسمع لقونهم كأنهم خشب مسندة يغسبون كل صيحة عليهم هم العدو فانذرهم قاتلهم الله أنى ينفقوا وإذا قيل لهم دعا لهم يسوفر لكم رسول الله نوى رؤوسهم رأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أسوفرت لهم أم لم تسوفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا ينزل قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على بل عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقوا يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليوخجان العاز من الأذال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أبوانكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريبا فأنصرت قوائكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله من في السماوات والأرض والعزيز الحكيم والذي خنقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بانسير خنق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأنسنى صوركم بإيديه المسير يعدون من في السماوات والأرض ويعدون ما تسرون ما تعدون والله عليم بذلك السنور هلم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فزاقوا وبار أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يا دولنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قربنا وربنا تبعثن ثم تنبأنا بما عملتم ذلك على الله يسرا فأمنوا بالله ونصره والنور الذي أنزلناه الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سياده ويدخله جنات النجري من دغتها لأننا نخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصابنا دخلين فيها وبالسلم سير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله فمن يؤمن بالله يأتي قلبه الله بكل شيء عليم ودين الله ودين رسول فإن دوليتم فإنما على رسول البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعد الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آبادوا إن من أزواجكم مولادكم عدوا لكم فانزروا وإذا عفوا وتسفقوا وتغفروا فإن الله وانفور رحيم إنما أبالكم مولادكم فرسة والله عنده وأجر النظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشف نفسه فوداء كوم المفرقون إن تقردوا الله قولا حسنا يضاعف لكم ويعفر لكم الله شكور حريم علم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن وأرسل عنده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاخشة مبينة وذلك خدود الله من يتعند خدود الله فقد ظلب نفسه لا تدرين أن الله ينسس بعد ذلك أمره فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف فاشدود ويعد منكم ما قيم شادة لله ذلكم يوعد بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعلهن مخرجا ويرزقه من حيث لا يقتصبه ومن يتوكل على الله فهو خسبه إن الله بالي وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فالله يأس من المخير من نسائكم إن ارتبتم فعندتن سنسد وشر والله لم يحضن فولاة الأحمال يجعلهن أيضا حبلوان ومن يتق الله يجعلهن من أمر يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكافر عنهن سيئاته ويعظم له مؤجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن خبلوان فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمر بينكم بمعروف وإن تعاستم فسترضيعوا له أخرى لينفق ذو ساعة من ساده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتا الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عدت عن ربها ورسله فحاسبناها خسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فتا قد ثبان أمريا وكان عاقبات أمريا خسرا عند الله لهم عذابا شديدا فاتقوا هياء للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولي يسوع عليكم آيات الله مبينات ليوخج الذين آمنوا ليوخج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من ذاتها النار خالدين فيها أبدا قد أرسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سباوات ومن الأرض من السهد يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تفتقي مرضة أزودك والله هو أفور رخيم ودفل الله لكم لكن تيمانكم الله أبوناكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزوده حديثا فلما نبأت به وأدره الله عليه عمر فبعضه أعرض عن بعد فلما نبأ به قالت من أباك أدى قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد استغت قلوبكما فإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه جبرين والصليف المؤمنين والملائكة بعد ذلك زيير عصى ربه إن ضل لك كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائخات سيبات وأبكرا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم أنكم نارا وقودها الناس والخجارة عليها ملائكة هداد شداد لا ينسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤبرون يا أيها الذين كافروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عصى ربكم أن يكافر عنكم سيادكم ويدخنكم جنات تجري من دغتها للأدهار يوم بدا يخز الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم في أيمانهم يقولون ربنا أثمنا نورنا وفننا إنك على كل شيء قدر يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين واللد عليهم ومأواهم جهنم ويسر مسير ضرب اللهم سأل الذين كافر امرأة نوره وامرأة المطى كانت تدفت عبدين من عبادنا الصالحين فخونتهم فخونتهم فلم يؤدي عنه من الله شيء وقين دخل النار مع داخلين فضرب الله فسأل الذين آبوا امرأة فرعون إذ قالت رب بذن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعان وعمليه ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أصرت فرجاء فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكذبه وكانت من القانتين